تستعد الجمهورية التونسية الشقيقة للتحضيرات الأخيرة التي تسبق القمة العربية الثلاثينة بالإضافة إلى الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العربة نعم قمة تونس ستحمل ملفات ساخنة لاتخاذ موقف عربي موحد في العديد من القضايا أملا في تحقيق تطلعات الشعوب العربية تجهيزات على قدم وساق في العاصمة التونسية لانطلاق أعمال الدورة الثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وضمن تلك التحضيرات عقد اجتماع لكبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي كما من المقرر أن يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا غدا تحضيريا للقمة العربية الثلاثين قمة تونس العربية والتي تنطلق أعمالها يوم الأحد المقبل تبحث عددا من القضايا والملفات الساخنة وعلى رأسها الملفين الفلسطيني والسوري بالإضافة إلى اتخاذ موقف عربي موحد إزاء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة باعتبار الجولان جزءا من إسرائيل ملفات اليمن وليبيا والعراق ستكون حاضرة على طاولة القمة الثلاثين إضافة إلى ملف الإرهاب قمة تونس العربية تشكل إضافة جديدة لسابقاتها وسط أمال وتطلعات الشعوب العربية في تحقيق الأمن والاستقرار العربي موفي التلفزيون دولة الكويت أنوار مراد من تونس